السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شباب و سعو الخير اينما كنتم الرحمة والمغفرة لكل شهداء و عقل الشفاء لكل جرحة و عودة الحبيث لكل موقود يا رب رجل لكم فيديو جديد واحد ضابط منشق من جنجويد الدام السري يروي تفاصيل مهلم جدا هو يوريد المرحوم حمدتي و كل دام السري كلا ركوم نصمت بادي نرجى تعدك مهاكم سوا تم اختيار حميتي أنه إنسان بدوي والبدوي يسهل استفزازه وإذا استفز ممكن يقضي على الأخضر واليابس ودي حقيقة يشهلها كثير من المثقفاتية بيفتكروا إنه الإنسان البدوي ما بيقدر يعمل حاجة وزي ديل ما عندهم أي خلفية عن التركيبة الاجتماعية ولا عندهم أي صلة بالحقائق التاريخي لذلك كان في استهانة واستهتار بحميتي والدعم السريع لابد نعرف إنه البدوي أسهل شي عنده إزهار روحه وما بيرضى الإساءة في نفسه ولا في قبيلته وسريعا الاستجابة للاستفزاز وقابلية الهدم والتدمير عنده أكبر من قابلية البناء والتعمير ودي صفات مبسوطة في كتب علم الاجتماع أضف لذلك الإنسان البدوي عنده صفات الشجاعة والإقتام وعدم الالتفات إلى العواقف والمعالات هذه الصفات مجتمعة ممكن تستخدم في الخير وممكن تستخدم في الشر لكن للأسف كل الحكومات المتعاقبة كان غالبية استخدامها للبدو كان استخدامات سالبة استخدموهم بغرض الاستقواء والتخلص من الخصوم ودي واحدة من الحاجات اللي جابت لهم مشاكل كثيرة جدا مع بقية المكونات الاجتماعية فالإنسان البدوي أو البدو عموما هم بمثابة الدرع الواقي للدولة على مرة تاريخ هذه الحقيقة بيعرف السياسيين والمهتمين بشأن العام لكن عامة الناس بيتعاملوا مع الموضوع بمنطلق قبل أو جهوي وكلمة عامة الناس قد يدخل فيها دكتور أو بروفسير لأنه عالم ومختص في مجاله لكن بيجهل كثير مما يتعلق بالمكونات الاجتماعية المهم تم اختيار حميتي لأنه من البدو عشان يتم استفزازه يقوم بعملية يلو بها دراعه ثم لاحقا يتم عن طريقه تقريب العملية السياسية أو هدمة الدولة السودانية وهذا الكلام ما بعيد الناس بيفتكروا أنه الكلام ده بعيد الدولة العثمانية إذا كان هي على جلالة قدرها استمر الستمائة السنة في النهاية أحد أسباب سقوطها استنفار البدو نعم التآمر كان إنجليزي لكن نفذ المؤامر على الأرض هم الأعراب وبإعاز من الإنجليز دمروا كل ما يموت للدولة العثمانية بصلة حتى المرافق الخدمية ما خلوها زي السكة حديث تم تدميرها بالكامل السكة حديثة المتعلقة بقطار الحجاز بتدمي اسطنبول للمدينة فلابد نستصحب معانا الحقائق التاريخية عشان نتعامل مع الأمور بموضوعية نعم الإنسان البدوي ما بيقدر براه يبني دولة ولا بيقدر يحافظ على مكتسباته لكن برضو بيقدر يسقط دولة وبيقدر يهدم دولة ودي نقطة يدركها أصحاب المخطط تماما عشان كده اختاروا حميتي لقيادة الجناحة العسكري للمشروع حتى يستخدم يوما ما معوى الهدم كذلك من أسباب اختيار حميتي لأن القبائل البنتيمي لها عندها امتلاذات واسعة في وسط إفريقيا قبائل رعوية دائمة الترحال لما جاء المستعمر ووضع الحدود اتفرقت هذه القبائل في عدة دول لكن مع ذلك ظل الترابط والتواصل بينها موجود ولو جزئيا ودي أحد أسباب الاختيار لحميتي لأنه عنده امتداد بشري عريض وإن شاء الله نحن هنتكلم عن هذه القبائل وامتداداتها ودورها في التاريخ ودورها في الحاضر في حلقة خاصة إن شاء الله المهم دي أحد أسباب الاختيار لذلك من أسباب اختيار حميتي لأنه حميتي وكذلك أخوه عبد الرحيم عندهم صفة اتصفوا بيها ويمتجزرة فيهم هي صفة الغدر ما في زور يتعامل معهم ما طعنوا من الخلف وأي شخص متصف بهذا الصفة ممكن استخدامه في أي عمل مهما كانت قذرت لكن لابد من احتواءه وليد راعه حتى تضمن استمراريته معاك ودل عمله الإماراتيين مع الجماعة دي هذه النقطة بالذات بتنقلنا مباشرة للإجابة عن الشقة التانية للسؤال ما هي الأساليب اللي استخدمت لاحتواء حميتي وعبد الرحيم طبعا الاحتواء لمشروع بهذا الحجم لابد يكون احتواء كامل وأي إنسان نشأ في البادية بيكون عنده التزامات قبلية وارتباطات اجتماعية وهذه الالتزامات أحيانا بتعيق تنفيذ المخطط لذلك كان لابد من إبعاد حميتي وأخوه عبد الرحيم عن كل المؤثرات بما في ذلك القبيلة يعني احتواء كامل معلوم إنه الاحتواء الكامل عنده طرق وأي شخص بنسبه طريق معين وإنسان زي حميتي وكذلك زي عبد الرحيم ما بيتم احتواءهم عن طريق الفكر والأدلجة لأن الاحتواء عن طريق الفكر يناسب الشخص اللي بلغ درجة معين من العلم والوعي والتمدن لذلك سلك أصحاب المخطط طرق تانية غير الفكر لاحتواء حميتي من خلال الاستقراء والتتبع بنلحظ إنه في طرق معين استخدموا معاهم أول هذه الطرق إغداق الأموال وفتح أبواب الاستثمار وتوفير الفرص الموصل لاستراء الفاحش وهذه الطفرة اللي حصلت بعد سقوط نظام البشير يلاحظ أي إنسان متابع حيث تحول حميتي خلال هذه السنوات الأربعة إلى واحد من أثر أثرياء السودان وأصبحت شركة الجينيت من أكبر الشركات القابضة في السودان ده غير ستين شركتان يتأسست القصد منها السيطرة على منافذ الاقتصاد السوداني والتحكم فيه بما في ذلك التحكم في الجهاز المصرفي وياريت هذه السيطرة وهذا التمكين يكون لصالحه نقول ما فيه إشكال ومواطن ومن حقه إنه يسيطر من حقه إنه يشتري من حقه إنه يتمدد داخل دولته لكن للأسف المقصود هو هيمنة وتمكين الرأس مال اليهود الإماراتي من مفاصل الاقتصاد السوداني عشان يتحكموا بعد ذلك في سياستك الاقتصادية وسياستك النقدية يتحكموا في القرار السياسي حد يعني الأموال الطرحت في السودان خلال الأربع سنوات الماضية ما كلها ملك لحميتي رؤوس أموال خارجية حماية عنده نسبة مقابل الإدخال والحماية وإن شاء الله هنفرد حلقة كاملة عن هذا الموضوع عن التمدد الاقتصادي الحصل وكذلك يعني الأموال وطريقة إدخالها للسودان وأين وصل هذا التمكين وهذا التمدد ده إن شاء الله بنفرد له حلقة كاملة طبعا هذا الأسلوب من أخطر أساليب الاحتواء المال ممكن يغير حتى أصحاب الأفكار والمشاريع وزي ما قالوا المال يميل القلوب الممدد الأسلوب الأول للاحتواء الأسلوب الثاني التغيير في تركيبه النفسية يعني عاوزون يحول حميتي من إنسان جاهل جهل بسيط إلى جاهل جهل مركب الجاهل جهل بسيط هو المعترب بجهله والمقر به أما صاحب الجهل المركب فهو جاهل يظن إنه عارف أي حاجة طبعا في طرق معينة بيتم بها تحويل النفس من الطرق اللي استخدموها مع حميتي عشان يغيروا تركيبه النفسية أول حاجة حاطوه بمجموعة من الناس بيزينوا له أعماله بيدبجوا فيه المقالات بيثنوا عليه في السر والعلن بيصفوه بصفات كبيرة جدا زي الإمبراطور صانع المستحيل وغيرها هذا اللوب المصنوع حول حميتي يمنع وصول أي إنسان عنده خبرة أو كفاءة أو حتى إنسان ناصح يمنع وصوله لحميتي وأوهم المسكين إنك ملهم ما محتاج لأي زول كذلك من طرق التحويل النفسي أطلعوا على بعض الملفات والموضوعات اللي كانت غايبة عنه تماما ودعوا سلوب التحويل بالصدم يعني زول ما عنده أي خلفية عن الدولة السودانية ولا عن خباياها ولا عن السياسة تقوم توهمه بإنك الآن مطلع على أسرار وخبايا الدولة بمجرد إطلاعوا على بعض الملفات وبعض الموضوعات الحساسة فيتم إيهامه وإنه ما محتاج لأيزه إنسان تاني عشان يفهمه كذلك من طرق أساليب التحويل النفس اللي اتعاملت مع حميتي أقام له بعض الدورات الموجهة دورات في ماليزيا كذلك دورات في السودان وفي الإمارات يعني عامل لغة سل دماغ أي شخص قريب من حميتي بيلحظ التغيير اللي طرع على شخصيته من عام 2020 لا بيسمع كلام مستشار ولا كلام صديق ولا قريب طبعاً دجزء من سياسة الاحتواء إنهم يغير في تركيبه النفسية المهم دو واحد من أساليب الاحتواء الأسلوب التالت اللي استخدموه معه شان احتوه توريطه في بعض الجرائم والقضايا الجنائية المتعلقة بحقوق الإنسان زي مسألة فضل الاعتصام نلاحظ في الأيام الأولى من سقوط البشير كان في حملات تشويه مسعورة تستهدف حميتي والدعم السريع وكان البيقود حملات التشويه هذه تجمع الحرية والتغيير والمقصود من هذه الحملات هو استفزاز حميتي حتى يقوم بحماقات يتم بها تخريب العملية السياسية والانتقال إلى الفوضى الأمنية أو على الأقل يتم توريطه في أي جريمة جنائية وبالفعل قادت هذه الحملات إلى التورط في فضل الاعتصام دي واحدة من أساليب الاحتواء الآن اللي قاعدين يلو بها دراعه كذلك من الجرائم اللي خلوه يتماذى فيها احتقال المواطنين وتعذيبهم وكله طبعا مصور مرصود وفي الآن مئات البلاغات موجهة ضد قيادة الدعم السريع من هيئات داخلية وخارجية تعلقة بالاعتقالات للمدنيين والاختفاء القسري ونلاحظ ملاحظة مهمة جدا أن موضوع الملف الإنساني بيفتحه مع كل حراك سياسي يعني كنوع من أنواع الابتزاز المهم ده الأسلوب الثالث للاحتواء الأسلوب الرابع تهديد بتجميد أرصيته الموجودة في بنوك الإمارات واللي تقدر بأربع مليار دولار ده طبعا بعد ما أغروب الاستثمار عندهم وقدموا ليه كل أنواع التسهيلات بدوا يبتفزو بهذه الأموال وظهر هذا الابتزاز وهذا التهديد جلي قبل اندلاع الحرب بفترة قصيرة التهديد بتجميد الأرصيته الموجودة في الإمارات هي اللي خلت حميتي سافر للإمارات ويقعد هناك عشر أيام ويلحق وبعد ذاك عبد الرحيم وكانت أوامر محمد بن زايت وطحنون واضحة جدا إما المضي قدوا والإسراع في تنفيذ المشروع أو تجميد الأرصيته وكذلك الملاحقة الجنائية يعني ما يجمد أرصيتك بس لا يلاحقوك جنائيا عشان كده لما رجعوا من الإمارات آخر مرة رجعوا بنفس حار وأقدموا مباشرة في خطوة مطار مروي من الواضح أن الإمارات وكذلك اليهود يستخدموا أسلوب العصى والجزر مع العملاء هذه الأساليب والطرق نجحت في احتواء حميتي وكذلك في احتواء عبد الرحيم احتواء كلي بحيث يمكن أن يضحوا بكل شيء مقابل تنفيذ الأجندة والمهام الموكلة إليهم حتى ولو كانت هذه الأجندة على حساب الأهل أو على حساب الوطن ووحدته وكرامته أو حتى على حساب الدين المهم عندهم إرضاء الكفيل لذلك خلال الأربع سنوات الماضية كان يتبنى سياسة الإمارات في السودان لو لاحظنا أن سياسة حميتي وعبد الرحيم خلال الأربع سنوات الماضية كانت بتحمل معالم معينة المعالم دي هي سياسة المشروع الصهيوني في المنطقة يعني دعم قوان اليسار تبني الخطاب العنصري اضعاف أجهزة مؤسسات الدولة كذلك ضرب النسيج الاجتماعي تمرير المشروع المشروع الوسني العلماني في السودان نهب خيرات السودان وإرسالها إلى الإمارات السعي لتمكين الإمارات من السيطرة على موانئة البحر الأحمر وكذلك السيطرة على مفاصل الاقتصاد السوداني تقويض كل مشروع مصادم للمشروع الإمارات اليهودي في المنطقة دي النقاط اللي بتمثل المعالم الرئيسية لتحركات حميتي منذ سقوط النظام وإلى يومنا هذا طبعا بعد ما قامت الإمارات بمهمة الاحتواء كان لابد من مقابلة صاحب المخطط وصاحب المشروع الحقيقي عشان تؤدي قسم الولاء وفروض الطاعة وذي ما ذكرنا إنه صاحب المخطط هو دولة الكيانة الصهيوني إسرائيل لذلك زار عبد الرحيم تلعبيه مرتين ده غير اللقاءات اللي تمت بين حميتي وقيادات من الموسات في جوبا والخرطوم والإمارات هذه اللقاءات والزيارات المتبادلة أسفرت عن موافقة مطلقة من حميتي وعبد الرحيم بالسير قدما في تنفيذ المخطط مقابل ذلك تقوم دولة إسرائيل بتقديم معينات تقدم خدمات معينة لحميتي وعبد الرحيم من هذه الخدمات إنها تغضى الطرف عن كل انتهاك أو تجاوز يحصل من حميتي وعبد الرحيم خلال وجودهم في السلطة والدفاع عنهم في المحافلة الدولية يعني أي انتهاك بيقوموا به بيغضط عنه الطرف وبيدافع عنهم في المحافلة الدولية كذلك من المعينات تقديم الدعم الفني والاتصالات بموجب هذا التعهد أمدت الدعم السريع ببرنامج التجسس المعروف بيغاسوس ببرنامج إسرائيلي بتاع تجسس أدخلوا للسودان عن طريق الإمارات فكانوا بتجسسوا على تلفونات القيادات العسكرية قيادات الأحزاب والحركات والناشطين وأي شخص ممكن يتم رصده عن طريق هذا البرنامج وهذا البرنامج كان موضوع في الخرطوم دخلت بعد ذاك في نهاية عام 2022 أجهزة تجسس أحدث وأشمل دخلت عن طريق مطار الخرطوم ونتيجة لمشاكل معينة تم ترحيلها لمنطقة الزرو كذلك قدمت إسرائيل الدعم الفني لاستخبارات الدعم السريع وكل ما يلزم معلومات وأجهزة وقامت كذلك بخدمة تدريب الكوادر حيث تم إرسال 600 جندي معهم ضباط للإمارات وكان الغطاء هو حماية الجزر الإماراتية لكن تبين والله الكلام أجيب جدا نردنا طبعا أنه كان جهاز الأمني وبعدما اتورد في مالفات مالية في حكومة البشير المهم كنت في صفائره كان في السودية وبعدما بشير صغط فقط كان ظهر في دابط في الدعم السريع بالردب الضوء يعني ذلك ماسل كله ماسل فقوة الإنسان في الدعم السريع وكلام هذا الكلام أجيب جدا وهو مشروع معروف مشروع الدولي وواضح هو حدف حيما الاقتصاد السوداني وأنه يجبوا البدو يسكنهم في السودان وهم بلد مراعي طبيعية وأراضي زراعية وسطها وكل شيء فيه أنتم استمتعوا بعرضه والموارد في السودان اللي خلوه لنا فهذا الهاصل كنتم تروني هذا السرع حيما التهسفه يوجد أن هناك 60 شركة وإنشاؤه لم يقامل فهربتي فهذا يوجد أيضا وكما كان يساعد فهو كارثة فهذا الهاصل ثم ربك اللطف وربنا اللطف الشعب السوداني وكلام وعندما تجرب في السودان فهو الشعب السوداني لذلك البياسة فهو الشعب الكبير في الناس هؤلاء بداعي وإنشاؤه وإنشاؤه هرامة ربنا ننصر وإنشاؤه كم القيزان وإنشاؤه القيز يجب ينتصر إن شاء الله وإنشاؤه اشتركوا في القناة